بسبب عدم انتظام مسابقتك فازدي تبقى مركز في ان انت تكون منتخب يلعب كاس عالم كل نسخة انت بسبب ان انت مش مدي الاولوية للمنتخب بقى صعب جدا انك تلعب كاس عالم كل نسخة طيب دي اول واحد تاني واحدة ايه اخبار الجمهور اللي عندك في الكرة المصرية انت من سنة 2011-2012 الدوري المصري الممتاز اتلعب بنظام المجموعتين بدون جمهور طبعا لأسباب متفوتة يعني بورسعيد قبلها الثورة ثم الثورة من جديد 2013-2014 فكان برضو مجموعتين من غير جمهور 2014-15 للأسف حينما عاد الجمهور حصلت قصة الدفاع الجوي مأساة الدفاع الجوي 15-16 والحد 19-20 دوري من غير جمهور لأسباب أمنية نهاية كاس مصر اتلعب بأهلي ومصري من غير جمهور 16-17 نهاية كاس مصر بين الزمالك واسموحة اتسمح أخيرا بعشر تلاف مشجع 17-18 السوبر المحلي موسم 17-18 بين الأهلي والزمالك قبل بداية موسم كورونا اللجنة الخماسية حصلت على موافقة بحضور عشر تلاف مشجع بواقع خمسة لكل فريق نهاية كاس مصر 18-19 بين الزمالك وبيراميز أقيمة بعشرين ألف متفرج نهاية كاس مصر 19-20 بين الأهلي والطلائع بدون جماهير بصوا التذبذب اللي بيحصل في الدوري موسم 2021 قال إنه بواقع ألف مشجع لكل فريق سيحضر الجمهور وزاد في منتصف الموسم ليصبح 2500 لكل فريق ثم نهاية كاس مصر 21-21 الأهلي والزمالك 2500 مشجع لكل فريق الموسم الحالي مع البداية توقعنا أن يصل ربما إلى عشرة ألاف لكن أعلن رئيس الربطة النائب أحمد دياب في إعلانه إنه 3000 مشجع لكل فريق وهو كان عارف إن إحنا هنتصدم من الرقم فقال لنا ده اللي حصلنا عليه من موافقات ونحاول نزوده في منتصف الموسم طبيعي ما نروحش كاس العالم طبيعي ولما نروح كاس العالم لما ربنا يأذن ونروح كاس العالم طبيعي إن إحنا ما نكسبش ولا ماتش مش متعودين إحنا بيحضر لنا 2500 بالكتير بالكتير نرجع للمقارنة السعودية بقى بيعملوا إيه السعودية بيعملوا مسابقة مين أكتر فريق بيحضر جمهور المباريات مسابقة فالجمهور بيتنافس فيما بينهم أنا عايز فريقي ياخد المسابقة دي ياخد اللقب ده حتى لو ما فيش جواز ياخد لقب إننا الفريق اللي جمهوري بيحضر أكتر من بقية الفرق في الدوري تعالوا نستعرض المشهد ده بعد نهاية الجولة الرابعة من الدوري السعودي راحوا منزرين كده وكل جولة راحوا منزرين جمهور الاتحاد في الصدارة جدول ترتيب الحضور الجماهيري في دوري روشن السعودي بعد مرور أربع جولات الاتحاد بعد أربع جولات 58 ألف متفرج حضرول ويعني لو حسبتها 58 على الأربعة يعني تقريباً 60 على الأربعة في هالكام ممكن نحسب 60 على الأربعة أربعة في اتنين يعني أعتقد كده يعني ممكن يكونوا إيه 20 ألف لا 15 ألف مثلاً في المباراة 15 ألف 60 على الأربعة في الـ 15 15 ألف في المباراة الواحدة الجمهور الاتحاد بس النصر حاجة وتلاتين الهلال حاجة وتلاتين العدالة حاجة وعشرين الفتح 18 ومش عارف الشباب 15 وهكذا لحد البطن 6000 هناك بيعملوا المسابقات من اللي جمهوره هيحضر أكتر فطبيعي لما يلعبوا قدام جمهور ما يتهزوش في كاس العالم طبيعي لما يلعبوا قدام الجمهور اللي وصل لـ 88 ألف ما يتخضوش حتى لو بيشجعهم على فكرة الجمهور بيخض حتى لو جمهورك فطبيعي ما يتخضوش طبيعي عشان أمني النظام ومشيين عليه مع اختلاف الظروف تمام بس الظروف الحمد لله تحسنت الجمهور لو أنت عايز تلعب وإنت واثق من نفسك رجع الجمهور بكثافة أنت مبارح بيقول لك الكاس من غير جمهور معلش يا ابني إيه الفرق بين الكاس والدوري ما تعرفش إيه الفرق بين الكاس والدوري ما إحنا عندنا في الدوري فيه خمس تلاف ستلاف ليه الكاس من غير جمهور يا جماعة ليه الكاس من غير جمهور ما ندخل الجمهور نعود اللعيبة على المشهد والهتفات نخليهم يفهموا ويحسوا شوية ليه وتيجي تسأل ليه السعودية بتكسب في كاس العالم وإنت ما بتروحش كاس العالم طيب نجاوب على السؤال بوجه آخر للمقارنة كانت فيه إحصائية معمولة عن أكثر الدوريات تصدقات